ما حكم السكتة بعد الفاتحة بمقدار رجوع نفسه؟ هذا مشروع أما تضويل السكتة فهذا إنما فعله بعض العلماء من باب الاستحسان ليمكنوا للمأموم أن يقرأ الفاتحة لكن لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه إلا سكتتان سكتة بعد تكبيرة الإحرام حتى يأتي بالاستفتاح وسكتة بعد ما يفرغ من القراءة قبل الركوع هذا الذي ثبت عنه وأما السكتة الثالثة التي بعد الفاتحة زيادة على استرجاع النفس فهذه لم يثبت بها دليل